اشتركوا في القناة على السواحل وكذلك المرتفعة ومناطق الجنوب الغير باحتمال لبعض الأمطار المتفارقة خلال الصبيحة أما درجات الحرارة خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد درجتين فقط على الصيف الجلفة وكذلك البيض مقايز ما بين 6 درجات إلى غير 24 درجة على الوجهة الساحلية 10 درجات على التيندوف 12 درجة على الصحراء الوسطى 14 درجة على العقصة الجنوب أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية ستفوق المعدل الشهري مقايز ما بين 26 إلى 27 درجة ننتظر 22 درجة على العاصمة زيوزو والبويرة 17 درجة على كل من بيجا يجي جلسكي دانبا والتعرف 19 درجة على ولاية بشار 26 درجة على التيندوف 28 درجة على الصحراء الوسطى 32 درجة على الأقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على الواجهة الشرقية رياح ضعيفة بينما بحق للإتراب إلى مطر محليا خاصة على الواجهة الغربية رياح متدي لا تصل غير 40 كم في الساعة خلال يوم الثلاثة إن شاء الله ننتظر بحوله لا أجواء مغشات ولكن بدأ تلاشي ضباب على الواجهة الساحلية الشرقية بعض الأمطار غير مستبعدة على مناطق الجنوب الغربي تحت وقع روعد على شكل زخات هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية درجات الحارة دائما في ارتفاع خاصة على المناطق الغربية خلال يوم الأربعة بعض الأمطار غير مستبعدة خلال أواخر النهار ستخص الهذب العليا الغربي وكذلك الوسطى تحت وقع روعد نسبة رتوبة عليها على الواجهة الساحلية تحسن في حال تقص على مناطق الجنوب الغربي خلال يوم الخامس إن شاء الله أجواء مستقرة على الجنوب لكن على مناطق الشمالية نسبة رتوبة عليها على الواجهة الساحلية بعض الأمطار غير مستبعدة متفارقة إن شاء الله وخفيفة ستخص الهذاب العليا الغربية مع هبوب رياح قوية مما يعمل على تطايل بعض الرمال غرب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام ساديسة وثلاثة ولثين دقيقة أشكركم على المتابع ومسي طيبا للجميع